بسم الله الرحمن الرحيم عزائي وحبائي مشاهدي قناة الصحة والجمال أصعد الله مساءكم يمكن من الحاجات الجميلة أن دي أولى حلقات صوت الناشئين في السنة الموسم الثاني على مباشرة بشكر كل الدعمين لينا بشكر كل الناس اللي بتوعى في تساندنا وفي ظهرنا باستمرار يعني بشكر كل القائمين على قناة الصحة والجمال واحتضانها دائما لبرنامجي صوت الناشئين طبعا صوت الناشئين زي ما تعودنا مع حضراتكم هو صوت من لا صوت له صوت الناشئين هو صوت كل أنديت مصر سواء القسم الأول إلى القسم الرابع الأكاديميات مراكز الشباب كل ما يخص الكرة المصرية في قطاعات الناشئين احنا بنكون متواجدين معاكم باستمرار في صوت الناشئين مناش علاقة دايما بنناقش كل القضايا بكل حياة دي سواء سلبيات أو إيجابيات صوت الناشئين زي ما ذكرت دائما ودائما حردد أنه هو صوت من لا صوت له طبعا النهاردة عيد الحب كل سنة ومصر بخير وكل سنة وشعبها الجميل بخير وعيد حب سعيد على كل الدنيا يا رب العالمين طبعا لا صوت يعلو فوق صوت قرار معالي رئيس مجلس الوزراء مصطفى بيمدبولي طبعا القرار اللي صدر بالأمس يعني تأجيل مسابقات قطاعات الناشئين مع استمرار النشاط الرياضي مستمر لكن المسابقات زي ما احنا عارفين الاكتفاء بالدوري خاصة من منطقة المناطق دور المناطق بالدور الأول وتأجيل طبعا مسابقات الجمهورية موليد 99 و2001 و2003 و2006 إلى أول إبريل واحدة اربعة وأيضا توقف مهرجان البرعان طبعا يعني احنا بنشكر السادة المسؤولين بنشكر طبعا كل القائمين على الدولة هم بيحاولوا يعني زي ما بنقول بيخافوا على الأبناء مصر ولكن هي طبعا بنشكرهم على أن هم ما وقفوش النشاط خالص بالعكس هم قال لك استمرار النشاط الرياضي وتدريبات لحين شعار آخر واحد اربعة طبعا أنا بقول أنه هو أكيد مش هيبقى فيه استكمال البطولات ما أنه ما شفناش فرق قطاعات ناشين بتلعب في شهر رمضان ما شفناش ملاعب ما عندناش الملاعب اللي تستوعب مسابقات الجمهورية سواء تحت أضواء الكشفة أو أندية كتير جدا ما عندناش أضواء كشفة لكن احنا بنقول شكرا للسيدة المسؤولين أن هم أبدوا استعدادهم باستمرار النشاط الرياضي طبعا كان معنا صورة معالي رئيس الوزراء مصطفى بيمة مدبودي طبعا يعني اسمحولي أهني لفينة اف سي بأهني محمود بيل أسيوتي على الأداء المحترم النهاردة اللي كان بيقدمه النهاردة في مفاجأة جميلة في كاس مصر ويخسر بشرف اسمحولي برضو أقول للكابتن عصام عيد المدير الفني للفريق الأول ألف سلامة المصاب بفيروس كورونا إن شاء الله كابتن عصام أنت يعني قوي وإن شاء الله بإذن الله تقدر تتغلب على الفيروس وبإذن الله نشوفك بخير دايما وألف ألف مليون سلامة عليك طبعا من فجأات الكاس أيضا خروج نادي المؤمن العرب أمام بترجيت طبعا كانت هزيمة ثقيلة جدا على أبناء الزئاب لكن بنقول كابتن عماد النحاس يعني هي الكيميا بعيد شوية لكن بنتمنى له التوفيق في المرحلة الجاية طبعا اسمحولي برضو يعني أهني جمال الزمالكاوي مراسل برنامج صوت الناشئين بمناسبة خطوبته وطبعا كان فيه تقرير لمركز شباب ديروت الشريف بخلال أهدافه في دور مراكز الشباب لكن إن شاء الله على وعد أن أنا هزيع لك التقرير وبنشكرك يا جمال وبنتمنى لك حياة سعيدة وموفقة إن شاء الله جالي طبعا خلال الصفحة صفحة صوت الناشئين مع العلامة الكابتن محمد عبد الله بعض الصور يمكن فيه لعب أنا تابعته مصطفى يوسف عبد الرافع مصطفى لعب الدقي موارد 2008 بقول لك يوسف أنت مكانك في أنديت الدور الممتاز وإن شاء الله بإذن الله هتكون إضافة لأي فريق وإحنا هنتابعك باستمرار طبعا أنا حيكون معايا طبعا ما علنتش لكن حبيت قبل ما طلع فاصل أعلن عن ضيفي النهاردة هو ثاكة الكرة المصرية نجم تقلق في الخليج كمدرب كمدير فني عامل نتاك كواسة جدا الموسم ده يمكن المدرب الوحيد اللي تم استدعاهه من المملكة العربية السعودية من إحدى الفرق في دور الخليج لقيادة فريق 2001 بيرامدز اسمحولي طبعا حيكون معايا أيضا نجم الغد هيكون معايا حارس مرمى المقاول العرب ومستقبل مصر هيكون حارس من الحراس الأولى للفترات اللي جاي بإذن الله موليد 99 الحارس سامح أحمد هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل نجم الغد الحارس سامح أحمد موسيقى موسيقى